شاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا بيتنا أحلى يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفروا لجميع خلقه إلا اتنين لمشرك أو مشاح والحين النهاردة كده بدأ العد التنازلي كلها أيام بتفصلنا عن خير شهور الدنيا وساعات بسيطة عن ليلة من أهم ليالي السنة فيها المغفرة من الله سبحانه وتعالى لجميع خلق الموحدين إلا بني آدم مشاحن قلبه فيه غل أو فيه حقد أو فيه حسد لأي حد فعلشان نقول المغفرة من رب العباد لازم إحنا الأول نغفر من قلبنا للعباد يعني اللي قاطع رحمه يوصله واللي ما بيكلمش إخواته خيركم الذي يبدأ بالسلام فلا القطيع اللي بسبب الفلوس هتنفع ولا بسبب كلمتين تقالوا تستهل إنك تتحرم من غفران ربنا في ليلة زي دي اللي مقاطع جاره دق على بابه بحاجة حلوة ولا حتى من غير حاجة حلوة المهم أن أنت تدق على بابه وقل له تعالى نتصافه وننسلفات ونفتح صفحة جديدة اللي أزى حد بكلام أو بتصرفات يسترضيه لإن الجنة تستاهل والمغفرة تستحق وسلمت الصدر ملهاش جزاء إلا الجنة عند الله سبحانه وتعالى في القصة المشهورة لسيدنا عبدالله بن عمر لما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم قاعدين وقال لهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخلوا عليكم اليوم رجل من أهل الجنة ودخل عليهم راجل تكررت الحكاية أكتر من مرة فسيدنا عبدالله طلب أنه يروح يبات عنده عشان عايز يعرف هو ليه من أهل الجنة المهم لما راح لأهل كتير قيام ولا كتير صيام لدرجة أنه يقال أنه سيدنا عبدالله استقل العمل بتاعه وقال ده يعني بيعمل عمل بسيطة فقرر أنه يسأله بعد ما قاله الكلام اللي سمعوا منه عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان كل جوابه بسيط قاله إيه؟ قاله أنه أبات وأنا سليم الصدر لعنده غل ولعنده حسد ولعنده أي حقت فما بالكم في ليلة زي ليلة النهاردة ضمنين فيها المغفرة بأمر الله سبحانه وتعالى بس كل الشرط أنه مبقاش فيه أي ضغينة أو أي كرهة أو أي غل الحد ليلة النص من شعبان أقعد فيها كده مع نفسك وحاسب نفسك وتعهدها بالتسكية وبالتربية والحيان شهر شعبان كله عدى منه يجي نصه وباقي منه على قد اللي نقضى فيه وإحنا هو وصلنا للنص بتاعه وشهر شعبان من الشهور اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيصوم فيها كتير جدا لدرجة أنه لما سيدنا أسامة بن زايد سأله لما أركت أصوم شهرا من الشهور من كتر مكان بيصوم في شهر شعبان قال له ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه فما بالكم بينا احنا بقى والحقيقة برضو أن من أفضل العبادات بتيجي في الوقت المغفول عنه يعني للناس مش عارفاها أو الناس فهرج ومرج عنها المعنى ده ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله للعامل منهم أجروا خمسين منكم إنكم تجدون على الخير أعواما وهم لا يجدون أو لا يجدون في الوقت تاني طيب إيه أفضل الأعمال في شهر شعبان هنلاقي إن فيه أعمال كتير لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصوم في الشهر ده بشكل كبير جدا كما روت السيدة عائشة لدرجة إنه كان شبه بيصوم شهر شعبان كله طيب كمان هنلاقي في الليالي دي أو في شهر شعبان الصحابة كانوا بيتعهدوا القرآن بكثرة القراءة بشكل كبير جدا طيب إحنا بقى مطلوب نعمل إيه مننا في الليلة النص من شعبان عشان ننور أجرها وثوابها هنشوف معاكم إن شاء الله ليلة النص من شعبان وفضلها والأعمال المستحبة فيها إن شاء الله بس بعد الفصل شكرا للمشاهدة